المؤسسات الثقافية هذا الجانب الثقافي جامعا لأكثر من فن وتخص وهذه المؤسسات عادة يرتدها الناس باختلاف أعمارهم وأجناسهم لكي يحصلوا على المادة الثقافية أو المضمون الثقافي طبعا نحن نعلم أن الإنسان كائن ثقافي بامتياز يعني الإنسان يتميز عن مجموع الكائنات الأخرى التي خلقها الله سبحانه وتعالى بكونه كائن ينتج الثقافة ويتبادل الثقافة ويستهلك الثقافة إذن فالثقافة تشكل في حياة الناس عنصرا مهما جدا ولذلك أنشأ لها المجتمع مؤسسات تؤدي هذه الأدوار الثقافية العامة لكن ما هي هذه المؤسسات الثقافية؟ هي مثلا الأندية الثقافي الأدبي نجدها في المدن نجدها في المراكز الحضارية الكبرى نجدها في كل مكان في الواقع العامر الأندية الثقافية ثم المراكز الاجتماعي، الجمعيات الثقافية والاجتماعي، المجالس الأدبية والممتديات الديوانيات، البعض يسميها الديوانيات، واللجان الثقافي، والمكتبات العامة، والمتاحف وغيرها من المؤسسات والمرافق الخاصة ذات العلاقة بثقافة المجتمع يعني لا وجود لمجتمع لا يحتوي على دور ثقافة، دور مطالعات، مسارح، مهرجانات، مكتبات عمومية، متاحف، مجالس، أندية، ثقافية كل هذه المؤسسات هي تشتغل لتقديم النشاط الثقافي في المجتمع ومن الأدوار التربوية للمؤسسات الثقافية حددنا هنا أربعة أدوار رئيسية الدور الأول، طبعا أدوار التربوية، الدور الأول الحفاظ على التراث الثقافي للمجتمع والحرس على حمايته من التلف والنسيان هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية بعد حفاظ عليه نقله إلى الأجيال الجديدة وكذلك في أحيانا كثيرة أخرى تطويره، تطوير هذا التراث الثقافي لذلك نجد مثلا المتاحث أو نجد مثلا المعارض أو نجد المهرجنات تبرز يعني اللباس التقليدي وتبرز الأنشطة التقليدية وتبرز طريقة الحياة التقليدية لدى أسلافنا ولدى جدودنا تبرز المواد التي يستعملها الناس قديما كل ذلك في إطار الحفاظ على التراث الثقافي للمجتمع لماذا؟ لأن ذلك هو هوية المجتمع هوية المجتمع، شخصية المجتمع التي تميزها عن المجتمعات الأخرى من الأدوار التربوية أيضا التي تقوم بها المؤسسات الثقافية نشر الثقافة الإيجابية، ثقافة البناء والفعل في الحياة التي يحتاجها الناس النس دائما يحتاجون إلى الأمل ويحتاجون إلى الثقة بأنفسهم والثقة بالمستقبل هذه من الأمور الأساسية التي تدخل في علم النفس الاجتماعي كل مجموعة إنسانية تحتاج إلى الثقة بنفسها وإلى التفاؤل وإلى الأمل بالمستقبل إذا فقدت هذه الأمور الثقافية الأساسية فإن كل البناء الاجتماعي سيسقط وأن لن يتطور المجتمع بل بالعكس سينحدر لا قدر الله نحو إذا نحو الضعف ولذلك المؤسسات الثقافية مطالبة بنشر ثقافة البناء، ثقافة الإيجابية، ثقافة الحياة، ثقافة الفعل ثقافة محبة الآخرين، محبة الحياة، ثقافة الثقة بالنفس من الأدوار التربوية المؤسسات الثقافية ثقافي مهم جداً وأكاديمي يهتم بالعناية بالموهبين والمبدعين وينظم سنوياً مسابقات وينظم سنوياً معارض ليكشف عن الموهبين في جميع التخصصات ويقدم العناية لهم كذلك من الأدوار التربوية المؤسسات الثقافية تحقيق التثاقف مهم جداً مصطلح التثاقف التثاقف هو تبادل الثقافة أي تبادل المظامين الثقافية من مجتمع إلى مجتمع ومن حضارة إلى حضارة ومن أمة إلى أمة هذا هو التثاقف وهو ما يقتضي نوع من الندية الثقافية تحقيق التثاقف يكون عن طريق تبادل مثلاً معارض الفنية معارض الرسمي لغير ذلك تبادل الأعمال الأدبية تبادل المال المسرحيات تبادل النشاطات الفولكولورية والثقافية إذن للإفادة منها وإليها يعني الإفادة إلى ثقافة محلية أو إفادة الآخرين بهذه الثقافة فهذه إذن هي مجموعة الأدوار التربوية للمؤسسات الثقافية اشتركوا في القناة